في سياق متصل شهد مجلس النواب صباح اليوم اجراءات امنية مشددة واستعدادات مكثفة استعدادا لاستقبال الاعضاء الجدد الفائزين في المرحلة الاولى من الانتخابات البرلمانية وتستمر الليجان في عملها لاستقبال النواب الجدد يوميا من التاسعة صباحا حتى الخامسة عدا يوم الجمعة وقال خالد صدر الامين العام لمجلس النواب ان لجنة استقبال الاعضاء الجدد ستستمر يوميا حتى انتهاء المرحلة الثانية من التصويت مشيرا الى انه سيتم تنظيم جولات للنواب الجدد لتعرفين باماكن الجلسات واللجان النوعية